صور خزانات الماء المحيطة بحي 469 مسكناً أو كوسيدار في بلدية مفتاح شرق ولاية البوليدة تختزل جفاف حنفية الماء ومعاناة السكان مع هكذا مشكل في عز الصيف الحاجة الأولية التي نهضر عليها هو أن تصيب الماء والماء والماء والماء. الناس مريدون من الماء وخبرونهم واخدوا النار لم يقرأوا وخبرونهم لم يقرأوا وخبرونهم يتلقوا هلهم على مرحلة الرعد والاستيام من بعد وخرى الفتلهم الرابعة إخوة إحنا ما قلنا لهمش أعطينا الماء أشفينتكات وإن شاء الله يدروننا حل على المهدان بس في أقرب وقت إنه دام الأمن ونقص الإنارة العمومية وكذا الملافق الضرورية هي الأخرى مشاكل جعلت حياة السكان تتعقد هنا لطنشيتي واحدة من اللي جينا والناس تشكي والميسيل عليهم هنا فرماونا على الترانسطور أرانا نسوفره باش نروحوا الخدمة باش كنجوا العشية أرانا نسوفره العمل غائب تماما ما عندش عمل هنا الأمور اللي توقع هنا خطيرة 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 جدا وحنا اليوم نخافوا على أولادنا يسرقوهم سكنات حيكو سيدير سلمت مؤخرا لأصحابها فكانت فرحتهم عند دخولها لا تقدر بثمن لكن وقعها اليوم حول الفرحة إلى نكسة وفضح سياسة المسؤولين الملفوفة بالزيف والبريكولاج اشتركوا في القناة